موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إذن بدأ حوار مفتوح أهلا ومرحبا بكم حضرات السيدات والسادة الأفاضل في برنامجكم حوار مفتوح حلقة اليوم هي حلقة جديدة من نوعا إذ أن البعض يجهل القانون والجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة فنحن اليوم معنا ضيفة هي فارسة من فرسان القانون المصري فرغم صغر سنها ألا إنها حاصلة على عدد اتنين ماجستير واحد ماجستير في العلوم الجنائية والقانون العام وماجستير القانون الخاص والشريعة الإسلامية وباحثة دكتوراه في القانون الجنائي انتهت من دراستها وأوشكت على المناقشة ونسأل الله أن ييسر لها كل عثير عنوان رسالتك يا دكتورة سمر شعيب حر عنوان رسالة السؤال الأول معنا هو الناس ما تعرفش يعني إيه كلمة قتل عمد أو قتل خطأ أو أي حاجة من هذا القبيل يعني إحنا عايزين نوضح الأول للمشاهد ما معنى جملة قتل عمد مع صبق الإصرار والترصد بداء تنوثل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إسقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فهذه الجريمة قديمة القدم البشرية وهي ليست بجديدة علينا لكن المشرع الجنائي أولاها عناية خاصة أولاها رعاية خاصة ولكن قبل أن أتطرق إلى العناية والرعاية وإلى تعريف جريمة القتل التي سألت عنها سيادتكم لابد أن نتطرق إلى جزئية معينة لا تغيبوا عن ذهن السامعة ألا وهي مناط التأسيم الجنائي ما هو مناط التأسيم الجنائي سيادتكم مناط التأسيم الجنائي هو وجود واقعة معينة وإسنادها إلى شخص معين بذاته بأدلة يقينية قاطعة جازمة لا لبس فيها ولا غموض المشرع الجنائي نص على ثلاثة مصطلحات قانونية ألا وهن أولا موانع المسئولية ثانيا موانع العقاب ثالثا أسباب الإباحة ما هي موانع المسئولية بالذات كلمة موانع المسئولية موانع المسئولية سيادتكم تعود إلى شخص الفاعل أي أن الجريمة برمتها بركنيها المادي والمعنوي قد وقعت على أرض الواقع وتحققت النتيجة الإجرامية التي جرامها المشرع إلا وأن الفاعل ذاته هناك أسباب تعود إليه قد تقول هذه الأسباب صغر السن نعم قد تقول هذه الأسباب الجنون يعني هو صغير السن هو مجنون هو مكره الإقراه هو صغر السن والجنون والمخمور والمخمور أيضا ولكن المشرع فرق بين حالتين لمجال الحديث عنهما الآن حتى لا نطيل عليكم نظرا لوقت الحلقة طبعا أما عن موانع العقاب فموانع العقاب هذه الجريمة قائمة بركنيها المادي والمعنوي لا ينقذها شيئا والفاعل أيضا لا ينتبه أي عطب إلا وأن هناك صلحا أو عفوا وهم الحالتان اللتان نص عليهم المشرع الصلح والعف موانع العقاب التي نص عليها المشرع الجنائي وأما عن أسباب الإباحة ما هي أسباب الإباحة؟ أسباب الإباحة دولتكم يا أستاذ حسين هي أسباب موضوعية ماذا نقصد بأسباب موضوعية؟ أسباب إباحة أنه قام بارتكاب الجريمة؟ لا لا الفعل ذاته الفعل المضرم ذاته هي أسباب موضوعية تعود إلى الفعل ذاته ألا هو أن الفعل مضرم قانونا ولكن أطفيت عليه المشروعية كأداء الواجب وحالة الدفاع الشرعي ولكن المشرع الجنائي في حالة الدفاع الشرعي أيضا لم يترك الحبل على غاربه قياده أيضا اشترط شروطا معينة في فعل الاعتداء واشترط شروطا معينة في فعل الدفاع وهذا ليس مجال حديثنا إن تبقى لنا وقت سنتحدث فيها نعود إلى السؤال الرئيس الذي طرح من قبل دولتكم ألا وهو تعريف القتل ما هو القتل القتل هو إزهاق روح إنسان على يد إنسان آخر تواعي أكان هذا عن طريق العند أو على سبيل الخطأ بأشكاله من إهمال ورعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح إلى غير ذلك المشرع الجنائي الحصيف جعل لكل جريمة طبيعة وذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم فما هي الطبيعة التي تميز جريمة القلب هي من الجرائم ذات الأثر والحدث الدار هي من الجرائم وحيدة الفاعل هي من الجرائم التي يجوز الشروع فيها هي من الجرائم التي توجد بها مساهمة جنائية ذات الأثر الدار لأنها تؤدي بإنهاء حياة إنسان وما أدراك من نتائج التي تترتب على إنهاء حياة إنسان بالنسبة لأهله وذويه والمقربين وللمجتمع مجتمع ذاته هي عظمت في المجتمع وعظمت أيضا عند الله جريمة الحدية جريمة الحدية اهتزت لها الشرائع السماوية جريمة وحيدة الفاعل طب ما المقصود من هذا القول جريمة وحيدة الفاعل هل يقصد أنه لا يرتكبها سوى شخص واحد فقط أقول لدولتكم لا من الممكن أن يرتكبها شخص واحد يعني من الممكن أن أنقض عليك أنا فأقتلت إذن ارتكبت الجريمة بمفرد نعم ومن الممكن أن يتدخل معي في قتلك الأسادة الذي يقف خلف الكاميرا شرقاء نعم يكون شريك معي نعم يكون شريكا وللمساهمة الجنائية صورها التي سأتحدث فيها نعم ومن الممكن أن يتدخل أشخاص آخرون في إثيانهم أفعالا مادية مكونة للسلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة الإجرامية نعم طيب في عجالة سأتحدث معك عن المساهمة الجنائية ما هي المساهمة الجنائية؟ أنا أريد بالتحديد السؤال الناس فهم يعني يقتل تمام بس حتة الإسرار والترصر صبق الإسرار والترصر طيب المشرع الجنائي نصف المادة 232 من قانون العقوبات على ظرفين صبق الإسرار والترصر نعم الظرفان المشددان للعقوبة ما هو ظرف صبق الإسرار؟ وما هو الترصد؟ نعم بداءة أقول لدولتكم قبل أن نتطرق إلى تعريفهما وإلى عناصرهما؟ الترصد يدور وجوداً وعدماً مع ظرف صبق الإسرار إذا ما توافر ظرف صبق الإسرار نتحدث عن الترصد وإذا ما انتفى ظرف صبق الإسرار لا مجال للحديث عن الترصد ظرف صبق الإسرار ذو طابع شخصي ماذا نعني؟ بذي طابع شخصي هذا أي أنه لا يمتد إلى الشركاء المشاركين في ارتكاب الجريمة مقصور على من توافر لديه من الفاعلين نعم أما الترصد فهو زو طبيعة موضوعية أي أنه يمتد إلى جميع الشركاء إلى جميع الفاعلين والشركاء الذين اشتركوا في اتمام هذه الجريمة وبحاجة إلى عنصر المكاني ما هو تعريف ظرف صبق الإسرار؟ صبق الإسرار هو القصد المصمم عليه المصمم عليه من قبل الجانب قبل ارتكاب جناية أو جنحة يكون الغرض المصر منه إذاء شخص أو أشخاص معينين سواء أكان هذا معلق على شرط أو موقوف على حدوث أمر معين وأرضف المشرع الجنائي جزئية مهمة طالت المدة أم كسرت المشرع الجنائي الحصيب تطلب أنصرين أتاسيين لقيام ظرف صبق الإسرار ما هم العنصران؟ عنصر زمني وعنصر النفسي ما هو العنصر الزمني وما هو العنصر النفسي؟ العنصر الزمني يا أستاذ حسين هو استغراق الجاني استغراق الجاني للوقت الكافي الوافي الذي يخطط فيه ويدبر فيه ويأتي بالأدوات التي ستستعمل في الجريمة ويتوقع جريمته ونتائجها وما يتركب عليها على الأثر القريب والأثر البعيد أي أن كان من الممكن أن يستغرق يوماً من الممكن أن يستغرق عاماً من الممكن أن يستغرق أعواماً ولكن عنصر الزمن هذا لا يكفي لقيام ظرف صبق الإسرار المشرع الجنائي تطلب توافر العنصر النفسي ما هو العنصر النفسي؟ العنصر النفسي هو سيطرة النفس الهادئة الجياشة على الجاني لابد أن تسيطر النفس الهادئة الجياشة على المتهم أثناء ارتكابه جريمته لابد أن يتوقع النتيجة ويتقبلها ويتخيلها ويقبل على جريمته وهو في قمة الهدوء والاتزان النفسي عشان نوضح برضو للجمهور بعد إذن حرارة فضل الله الهادئة الجياشة النفس الهادئة الجياشة النفس الهادئة الجياشة يعني في الوقت ده هتبقى إيه هي دخلها؟ النفسي هي آتاس قيام ظرف صبق الإصرار يا أستاذ حسين النفس الهادئة لأنه لو هائج النفس لو النفس هائجة المائجة وتوافر العنصر الزمني عدم توافر العنصر النفسي ينفي ظرف صبق الإصرار المشدد للعقوبة آية ذلك في عام 1932 في واقعة مقتل مأمور مركز البداري مأمور مركز البداري هذا كان رجلا يتفنن في شتى أصناف وصنوف التعذيب والعذاب المواطنين فكان هناك طفلا صغيرا يدعى أحمد جعيدي هذا الطفل الصغير رأى ذلك المأمور يعذب والده فظلت الصورة راتخة وكانت الأفعال التي يأتيها ذلك المأمور وكان هذا الطفل صغير كان صغيرا كان يبلغ من العمر خمس سنوات نعم فكان المأمور يأتي أفعالا كان توسلها كعرض كأن يقم بقدس شاربه أمام الناس كأن يقم بوضع لجامل حيوانات أعزكم الله وكان ذلك في صعيد مصر وهذا لا يقبل كان في صعيد مصر فظلت الصورة راسخة في ذهن ذلك الطفل الصغير منذ أن كان يبلغ من العمر خمس سنوات تسعة عشر عاما إلى أن قوى ساعده واشتد عوده وأصبحت لديه القوة الخارقة على أن يستطع أن يسأر لأبيه وظل يتتبع ذلك المأمور في صوالاته وجولاته وفي كل أنة وفي كل حزب وصوب وفي كافة أنحاء المأمورة يتتبعه يعني مترصد به في أماكن متعددة لمدة تسعة عشر تسعة منذ أن كان يبلغ من العمر خمس سنوات إلى أن اشتد عود تسعة عشر عاما إلى أن اشتد العود وقوى الساعد هنا يمكن أن نقول هنا صبق الإصرار محكمة الموضوع عندما أصدرت حكمها في هذا الأمر حاكمته على قتل عمض مع صبق الإصرار والترصد تعنى في هذه القضية بالنخض فنزل النخض أمام دائرة عبد العزيز باشا فهمي فعبد العزيز باشا فهمي عقب ذلك المتهف على قتل عمض مجرد من الظروف المشددة وقال قولته وحيث إن النفس الهائجة المائجة قد سيطرت على ذلك الصبي منذ أن كان طفلا صغيرا وظلت تلك الذكرى السيئة تراوده ولا تزاول خياله أصبحت في فؤاده بمثابة الغصة التي لم ولم تنصرف عنه إلا بإشفاء غليله والسأر لأبيه فعقب على القتل العمض المجرد لذا المشرع الجنائي أعطانا الحرية والقتل العمض المجرد بعد ذلك الحرية قتل العمض المجرد في هذه القضية بالذات كان الحكم يتراوح ما بين سنوات ولكن سنوات القتل العمض المجرد الحكم فيه يتراوح ما بين سنوات لأن عقوبة جناية القتل كما قلت لدولتكم إعدام مؤبد ثم بعد ذلك السجن المشدد السجن المشدد وهذه سلطة تقديرية للمحكمة في أن تعمل المادة 17 من عدمها يعني السلطة التقديرية للمحكمة في إعمال المادة 17 عاما إذا كانت قد توافر منصة عليه تلك المادة من عدمه يعني تبدأ من سنة من سبع سنوات نعم 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 فما فوقها فالسلطة تقديرية للمحكمة تعطي عشر سنوات تعطي خمسة عشر عاما هذه سلطة تقديرية كل المحكمة حسب ما يتراء لها من ظروف وملابسات القضية ومن الأوراق التي طرحت أمامها فقدت المحكمة بالقتل العمض المجرد بلا ظروف المشدد وأما عن ظرف الترصد فالترصد كما قلت لدولتكم يدور وجودا وعدما مع ظرف سبق الإسرار الترصد هو تتبع الجاني المجني عليه في مكان معين أو في عدة أماكن طالت المدة أن تسرت ظرف الترصد على وجه العموم يعني لم يتوافر في جناية قط سوى في عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسسين في واقعة قتل المدعو مارك ريتشارد يسول لزوجته الذي ظل يتتبعها وترصدها ثلاث سنوات منذ أن تزواجها والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تزواجها؟ نعم تزواجها من أجل أن يقتلها؟ هو كان متصر على كده قبل ما يخطبه تمام هناك أمر معين أود أن أوضحه أيضا يا أستاذ حسين أمر لابد أن نتحدث به عن الشروع قلت أن الجريمة وحيدة الفاعل لن نتحدث المساهمة ولم نتحدث الشروع نعم وحيدة الفاعل لا يقصد بها أن الفاعل يقوم به من تلقاء نفسه من الممكن أن يدخل معه شخص آخر في القيام بالسلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة الإجرامية ومن الممكن أن يتداخل معه أشخاص آخرون وتسمى هذه بالمساهمة الأصلية التي نص عليها المشرع الجنائي في المادة التاسعة والثلاثين من قانون العقوبات المساهمة الجنائية هناك مساهمة تبعية نص عليها المشرع الجنائي أيضا في المادة أربعين من قانون العقوبات المساهمة التبعية أو الاشتراك في الجريمة الاشتراك في الجريمة هو ارتباط يعني تبعية للجاني لا تبعية لفعل الجاني الأصل يعني التجريم هنا مستمد من تأسيم المشرع لما فعله الفعل الأصلي لأنه مرتبط معه في السلوك الإجرامي مرتبط معه في النتيجة حتى علاقة السببية التي تربط ما بين الفعل والنتيجة أيضا تربط ما بين فعل الشريك وما بين فعل الفعل الأصلي يبقى الأصل أن فعل الشريك لا يمتد إليه التأسيم الجناء ولكنه مستمد من ماذا؟ مستمد من التأسيم الجنائي لفعل الفاعل الأصلي مستمد من التأسيم الجنائي لفعل الفاعل الأصلي المادة أربعين من قانون العقوبات المصري تحدثت عن الاشتراق أو المساهمة التابعية ما هي صور الاشتراق؟ نصت على ثلاثة صورة التحريض والاتفاق والمساعدة التحريض والاتفاق والمساعدة يا أستاذ حسين المحرد هذا هو الذي يخلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني واشترط المشرع حتى يعد المحرد شريكا لابد أن تقع الجريمة بناء على تحريده للفاعل الأصلي يعني أنا الآن جئت إليك واشيت إليك بوشاية معينة فلابد أن ترتكب الجريمة بناء على وشاياتي هذه سواء ارتكبتها الآن أو ارتكبتها عقب ذهابي بفترة شحنتي مشاعري لأقوم بهذه الجريمة ولكن لا يعتد بالتحريض اللاحق على ارتكاب الجاني للجريمة لابد أن يكون سابقا أو يكون معاصرا ولم يحدد وقت القيام بالجريمة آنذاك أما أي تحريض لاحق على ارتكاب الجريمة المشرع الجنائي ولم يعتد به وأنا من وجهة نظر الشخصية أطلقت مسمى على المحرد الشيطان المهزب المثقف الشيطان المهزب هو المثقف المهزب بالفعل قولا واحدا لأنه عرف يوصل للمؤتدية للقاتل للتحريض أنواع هو الوقت يضيق أنا كنت أتمنى أن يكون الوقت يتسعني أكثر من ذلك ولكن التحريض له نوعا سواء أكان تحريضا فردية أو كان تحريضا جماعيا هو في كلتا الحالات لا يعاقب عليه المشرع إلا إذا تمت الجريمة بناء على هذا التحريض شريطة أن يكون التحريض صابقا أو يكون التحريض معاصرا ولا يعتد بالتحريض اللاحق على ارتكاب الفاعل الأصلي لجريمته وماذا عن الاتفاق؟ أستاذ حسين لابد أن نفرق بين أمرين معينين في هذا الخبر ما هو الفرق بين الاتفاق وبين التوافق؟ أستاذ حسين الاتفاق هو أن تفسح أنت عن رغبتك ونيتك في القتل وأن أفسح أنا عن رغبتي ونيتي في القتل وتطلاق الإرادات هكذا ونحن جالسان سويزا أما التوافق يا أستاذ حسين فهو توارد خواطر أنا جالسة مع سيادتكم وسيادتكم جالس معي وطال في ذهنك خاطرا وقال هكذا بأننا نرغب في أن نطل الأخ الزميل الذي يقف خلف الكاميرا هو جاء عندك ذلك الهادث وجاء عندي أيضا وذهبنا توجهنا نحوه أنا وأنت سويا لا أما هو كده مش بدون طلاقي كده مش هيعرف حد يسورنا يعني لو أتلنا بدون طلاقي بدون أن نفسح وتطلاق إرادتنا على أرض الواقع ولكننا ذهبنا إلى هنا وبمحد القضر والصدفة أنت ذاهب من أجل أن تقتله وأنا ذاهب من أجل أن أقتله ومتفقين على هذا لا لما اتفق الاتفاق هو الإفصاح أم تفسح سيادتكم عن رغبتك وعن إرادتك وأم أفسح أنا عن رغبتي وعن إرادتي أما أننا لم نفسح هذه خواطر خاطر جاءت وخاطر جاءني ونحن بعيدين عن بعضنا ونحن كل البعد كل البعد لم نفسح ولم نتحدث توجهنا من أجل تنفيذ الغرض الإجرامي الذي يطول ويقول في قرارة أنفسنا إذ قادر انطلاقينا هناك أن تذهب من أجل أن تقتله وأنا ذاهبة أيضا من أجل أن أقتله وتقبل ولكن أنا ليه عتاب نقيق جدا على المشرع الجناء الاتفاق هذا المتفق لا يجوز لنا أن نعتبره شريكا لابد أن يعتبر فاعلا أصليا اتفق معي أعربت له وأعرب لي طلاقة الإرادات اشتركنا في السلوك الإجرامي اشتركنا في النتيجة اشتركنا في علاقة السببية التي ربطت ما هو وجه الاشتراكه هنا وحتى المساعدة أو تدري دولتكم ما هي المساعدة ما هو الأداة المسك الأداة وقتر من أستاذ حسين يا أستاذ حسين كل كل ما يشكل السلوك الإجرامي كل ما يشكل السلوك الإجرامي من يقوم به لابد أن يعتبر فاعلا أصليا ما هو كل واحد وفيه عقل برد يا أستاذ حسين هناك جريمة فعلها المادي أو السلوك الإجرامي فيها يتكون من مجموعة أفعال مادية نعم فأنا أعتبر المتفق أنا أفصحت لك وأنت أفصحت لي أنا أصنقت الوسن أنا على سبيل المثال دولتكم وضعت عصبة على عين ذلك الأخ وأنا رتمته فوق رأسه فأرضيته قتيلا بقين شرق فاعلين أصليين أنا وأنت فاعلان أصليان على أرض الواقعة نعم أنا قمت بسلوك وسيداتكم قمت بسلوك قمت بعمل مادي وسيداتكم قمت بعمل مادي العملان الماديين تسببا في إحداث النتيجة التي جرمها المشرع الجناي ألا وهي قتله تأتي وتقول أنا طمر هنا اشتركت أنا فاعل أصلي وأما عن المساعدة فالمساعدة هي الإمداد بالمساعدات المسهلة والمتممة للجريمة كان أتيك بسلاح الجريمة كان أديك بأدات من أدوات الجريمة ذخيرة ذخيرة أي شيء متعلق بالجريمة كأن أتتبع خطوات الأخ وأراقبها لك وأتيك بها وتبلغيني عنه وأبلغك وأخبرك وهذه الأمور كلها بلا استثناء نعود عن القض الجنائي لابد أن نتحدث عن القض الجنائي وهو الركن المعنوي في جناية القتل المشرع الجنائي الحصيف لن يتفي في هذه الجريمة بالقض العام الذي قوامه العلم والإرادة وإنما تطلب لتوافر جناية القتل توافر القض الخاص الذي قوامه الغاية دولتكم ستسأل وتتساءل ما هي الغاية الغاية التي يتغياها الجاني من جراء اقترافه للسلوك الإجرامي في جناية القتل هي إزهاق روح المبني عليه نية إزهاق الروح يخلص مني بمعنى إذا نستخلص من هذا أن القض المتطلب في جناية القتل هو القض الخاص الغاية وليس القض العام الذي جعله المشرع في العديد من الجرائب قضا خاصا لابد وأن تتجه نيتي إلى إزهاق روحك طيب كيف نثبت نية إزهاق الروح هذه نية إزهاق الروح هذه المحكمة تستشفها من الظروف المحيطة بالواقعة ومن كيفية تصويب الهدف يعني أنا على سبيل المثال الآن اللي هي تحريات يعني لا 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 تحريات لا علاقة لا تحريات هذه ما هي إلا قرنة لا تعبر إلا عن رأي مجريها أنا أقول لسيادتكم المحكمة كيف تستخلص من الأوراق توافر نية القتل الذي أنا كجاني لإزهاق روحك كمجني عليه كيف من الظروف المحيطة والملابسات التي ألمت بالواقع والتي ارتكبت الجناية في ظلها وفي صددها يعني على سبيل المثال يا أستاذ حسين الذي ينتوي القتل ما أنا إذا كنت أنتوي قتلك طبيعة الحال أنني سأوجه الهدف تجاه مكان قاتل بطبيعته نعم تجاه المخ حتى أوقف كافة العمليات الفيسيولوجية تجاه القلب حتى أقوم بتدمير لك المياط والوتين عن ضخ الدم فتنتهي حياتك يعني توجيه توجيه الهدف في أماكن ممكن تؤدي إلى في مكان قاتل بطبيعته أما على سبيل المثال أنا قمت الآن بالاعتداء عليك وانقضت ضربا على سعيدك الأيمن ووفاتك المنية وفاتك المنية أنا اعتديت عليك ووفاتك المنية لا ده أجلي في هذه الحالة يعتبر قتلا عندك لا ده أجلي لا درب أفضى إلى موت هذا ضرب أفضى إلى موت وكان أجلي إن أنا يحصل معايا كده لكن مش عم تمام لذا تجد العديد من أساتذتنا أساتذة القانون الجنائي الذين ننحني لهم تقديرا واحتراما وإجلالا يتحدثون دائما أمام محاكم الجنيات في موضوع تغيير الوصف وتعديل التهمة دائما يلتمسون من المحكمة تغيير الوصف وتعديل التهمة من قتل عمد مع صفح الإصرار والترصد إلى قتل عمد مجرد من قتل عمد مع صفح الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت من أن لهم هذا من الروايات التي تروى في الأوراق ومن فحو الأوراق ومضمونها ومن الملابثات المحيطة بالواقعة يستطيعون أن يصبغوا الواقعة بوصفها القانوني الصحيح طيب يا أستاذ حسين أنا الآن وجهت الهدف تجاه دولة القط لأقتلت أما وأنك لم تمت أنت لم تمت يعني أنا وجهت الهدف وأنت لم تمت يبقى شروع في القط يتم هذا بالشروع اللي هو الشروع في القط هذا الشروع والشروع كما عرفه المشرع الجنائي في المادة الخامسة والأربعين من قانون العقوبات المصري هو البدء هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذ أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل الإرادة الجاني فيها الأثر خاب لأسباب لا دخل الإرادة فيها على تبهيل المساء أنا جئت يا أستاذ حسين الآن محكمة قدت على سلاح آلي أو على أي نوع من أنواع الأسلحة نعم وأطلقت عيانا ناريا فسيادتكم إن حضرت برأسك يمينا أو إن حضرت برأسك يسارا المهم أن الطنقة النارية أصابت أحد مضت بجوارك ولم تصبك إذن أنا شرعت في قتلك فأصابت الأخ الزميل الذي يقف خلفك أنا شرعت في قتلك أنت وقسلته عمدا لأن الخطأ في النتيجة لا ينفي قصد الجنائي أنا أخطأت أخطأت في شخصك لها عقوبة يعني تبقى لها عقوبة القتل طبعا طبعا أنا شرعت إذن إذن سأعاقب على شروع في قتلك وأعاقب على قتل عمد في الذي أصيد أستاذة طب أنا معرفوش على عين ورأة الخطأ دولتكم طالما أن نية القاتل قد توافرت هذا لا يؤثر في الشكل القانوني لها كونك قد قتلت أنت أم غيرك قد قتل المهم أن الهدف كان إمتانا حي لأن محل هذه الجريمة أو الركن المفترض الذي تحدث عنه المشرع الجنائي وأسهب وأفض أن محلها هو إمتان حي قتلت أنت أم لم تقتل طيب على سبيل نتحدث هذه الجريمة الخائبة طب الجريمة الموقوفة الجريمة الموقوفة جئت بسلاح وأحكمت قضتي عليه ووضعت يدي على هكذا من أجل أن أطلت الطلقة النارية أما وأنها لا توجد طلقات ولم تخرج وعقبوا على الشروع وهذه تسمى بالجريمة خائبة الرصاصة ما طلعتش ما كانش فيه رصاص جريمة خائبة جريمة الموقوفة صورتان أساسيتان نص عليهم المشرع الجنائي في الشروع نعم طيب ننتقل إلى سؤال آخر ما هو الفرق يعني فيه ناس سين من الناس مثلا يكون بينظف في السلاح وحد واقف في بلكونة فيعمل كده السلاح تطلع طلقت موت واحد القتل الخطأ الخطأ طيب القتل الخطأ والقتل العمد الفرق بينهم هنا هو إن أنا ما أثبتش النية إن أنا أقتله وجد غصب عني سيئة عربية تمام ورحت ماشي هذا عدم المراعاة للقوانين واللوائح عدم المراعاة للقوانين واللوائح القتل الخطأ بقى والفرق بينهم في العقوبة نفسها ولا في حاجة تانية كلا هما أودي بحياة المجنة عليه يعني القتل العمد نصت عليه المادة 230 من قانون العقوبات والقتل الخطأ نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات نعم أما في القتل العمد النية منعقدة نية القتل منعقدة الرقم المادي القصد الجنائي قصدا خاصا وعاما متوافرا لدى الجاني على أن يقتل نعم أما في القتل الخطأ النية ليست متوافرة لأن المشرع الجنائي نص على أربح حالات الرعونة عدم الاحتراز الخطأ عدم مراعاة القوانين واللوائح والتي تحدثت عنها سيادتكم في أثناء قيادتي للسيارة بينما أنا أخذ سيارتي إذ استضمت بشخص على قارعة الطريق فوقع في أرضيته قطيلا هذا قتل خطأ نعم والمشرع الجنائي حدد أقوبته ستة أشهر غرامة لا تجاوز مئتي ياجون ولكن أعلم أنه يوجد في قتل الخطأ بالنسبة للسيارة بالذات أنه ممكن يكون قتل عندي لو في علاقة ما بيني وما بين حضرتك هذه أمور تستشف من الملابثات المحيطة بالواقعة تستشف من الملابثات المحيطة بالواقعة وتستشف من الأوراق أما وأنني أتحدث على العام أنا ذاهبة الآن أقود سيارتي الآن إذ قابلني شخص في طريقي فاستضمت به فوقع قتلا لا أعرفه ولا يعرفني لا توجد خلافات لا توجد لا توجد كل هذه الأمور ما أعنيه ما أعنيه القتل هنا لو أنا أعرف سيادتكم مثلا وأقود سيارة تكون هنا شبهة جنائية وللنيابة العامة أن تحقك فيها تحقيقا كافيا وافيا للتقف عما إذا كانت هناك نية القتل قد توافرت لي أثناء صدم استضامي به أم أن النية لم تتوافر وهذا أمر عابر ويمكن هنا أن تكون قدرة السيارة جناية وتأخذ فيها حكم جناية القتل نعم ويأخذ فيها حكم جناية القتل العام الأصل العام أنها عدم مراعاة القوانين واللوائح والخطأ أو الرعونة أو الإهمال أو عدم الاحتراز هذه صورة من صور القتل الخطأ التي نص عليها المشرع الجنائي نعم الأصل العام نعم الاستثناء ما تتحدث فيه سيادتكم نعم هو أنا أتحدث عن الاستثناء الاستثناء ما تتحدث فيه سيادتكم نعم أنا على خلاف بسيادتكم نعم على خلاف بسيادتكم ووعدتك وتوعدتك وأرسلت إليك تهديدات مع فلان وفلان وفلان وهذه وقاع مشهودة وبينما قابلتني في الطريق فقمت بصدمك بسيارتي النيابة العامة هنا ستقول لك قتل عمد وتتبحث في ظرفة تبقى الإسرار والترصد هذا ما أبحث عنه لكل قضية لكل جريمة ظروفها الخاصة وملابساتها الخاصة ولكن نحن نتحدث في صحيح نص القانون الذي نص عليه المشرع الأصل العام أما الاكتثناء ما تتحدث عنه سيادتكم أنا أوضح للمشاهدين فقط وجهة النظر لسيادتك حتى أن تشرحها لهم سؤال تاني الدين الإسلامي حدد للقتل عقوبات العقوبات في الدين الإسلامي بتنقسم لثلاث دية أو قصاص أو عدق رقبة طيب المشرع في القانون المصري وضع الأحكام في هذه النقطة في القتل العام بتتراوح ما بين كام إلى كام بداءة الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد ثم المادة 17 هذه وهي الظروف المخففة للمحكمة المحكمة وشأنها وللمحكمة كامل الحرية في أن تعمل بها أو لا تعملها نعم ولكن كل قضية على حسب ظروفها يعني قتل عمد مجرد المحكمة وشأنها نعم في بعض الشباب بيبقوا رجبين عربية وبيحصل أن بتحصل مشاكل فيتشدوا مع بعض كلاميا ينزل واحد منهم أو اتنين أو يجتمعوا فيضربوا قائد السيارة الأخرى فيقتل ويلقى مسرعه تمام هل هنا المشدة الكلامية وتصل إلى القتل هل بيبقى قتل عمد؟ ولا مشاجرة فيادتكم الآن تتحدث عن نية القتل نعم محكمة النقد المصرية والمشرع الجنائي نص على أن نية القتل قد تتوافر في التو واللحظة قد تتوافر في التو واللحظة الأصل أن المشاجرة هذه مشاجرة وقتية مشاجرة وقتية ما فيهاش ترصد بس فيها إسرار لا 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 الترصد وصدق الإسرار ضرصاني مشددان للعقوبة لا علاقة لهما بنية القتل أنا الآن أتحدث عن نية القتل وأقول لك موقف المشرع المصري من نية القتل وكذا موقف محكمة النقد المصرية من نية القتل نعم نية القتل يا أستاذ حسين محكمة النقد المصرية قولا قاطعا جازما والمشرع الجنائي أن نية القتل قد تتوافر في التو واللحظة يعني أنا الآن قضطت عليك ضربا قد تتوافر لدي نية القتل في التويل واللخزة على الرغم من أن المشادة الكلامية وقتية ولكن النيابة العامة من الممكن أن تنزلني بقتل عام لماذا؟ لها الحق لأن نية القتل وقتية تتوافر في التويل واللخزة أما الأصل العام أن المشاجرات مشاجرات وقتية لا نية قتل فيه نعم سؤال تاني يعني إزاي تكون فيه أقترن تقترن جناية القتل بجناية تانية أنا رايح مكان مثلاً وحصلت فيه حاجة أنا رايح أسرق وقابلني حد فمنعني من السرقة أو حاب يمسكني أتلت كمان اقترنت الجناية بجناية أخرى مسهلة الارتكابة والعقوبة هنا المادة مئتين واربعة وثلاثين من قانون العقوبات المصري تحدثت عن ظرف الاقتراني كظرف مغلز للعقوبة يعاقب بالإعدام يعاقب بالإعدام كلما ارتكب جناية صبقتها أو اقترنت بها أو لحقتها جناية أخرى إذن المشرع الجنائي اشترط عنصران أساسيان لتوافر ظرف الاقتران ألا وهما أن تكون الجناية الأخرى أن تكون الجريمة الأخرى جناية هذه واحدة وأن يرتبط سوياً برابطة الزمنية يعني المشرع الجنائي ماذا يقتد سأقولها لك بتهولة يا أستاذ حسين هو وحدة الفاعل وأن يأتي الفاعل سلوكين إجراميين مختلفين يؤدي إلى نتيجتين إجراميتين مختلفتين تكون إحداهما مسهلة للارتكاب الأخرى طيب هيا نفسر ولابد أن نفرق هنا ما بين الاقتران وما بين المساهمة وما بين التعدد المادي لأن المشرع قال وحدة الفاعل يعني فاعلاً واحداً ويأتي سلوكين إجراميين سلوكين إجراميين مختلفين يؤدي إلى نتيجتين إجراميتين مختلفتين تكون إحداهما مسهلة للارتكاب الأخرى بمعنى أنا الآن توجهت من أجل سرقة ذلك المنزل يوجد منزلاً أمامنا فتوجهت من أجل سرقة بينما أنا مقبل على الباب إذ صادفني مالك المنزل فماذا أفعل؟ انقضت عليه ضرباً فأرضيته قطيلاً حتى أتمكن من السرقة إذن أنا قتلت من أجل أن أسرق أصبحت جناية القتل هي المسهلة المسهلة للسرقة فتوافرت رابطة الزمنية وتوافر اختلاف السلوكيين الإجراميين هنا قتل والأخرى سرقة أستاذ حسيني التعضل المادي طب ما هي السرقة دي؟ جنحة لا ما أنا الذي قاله هذا لا هذه جناية يعني مثلاً اللي بيسرق في الشارع بيجري يخطف حاجة لا لا هذا سرقتهم في طريق عام طب وحد قبل وقتل منها ما هو جنح ومنها ما هو جناية يعني أنا يا أستاذ حسيني أنا الآن قابلتك في الطريق العام فقمت بإحكام خضاتي على الحقيبة التي تحملها وذهبت نعم هذه يجون حسرق أما جئت إليك في منزلك وأعددت عدتي وقمت بكسر الباب وقمت بصرقاتك بالإقراه طيب هذه جناية هستأذن حضرتك فضل في عجالة هنقول في يعني في أقل من دقايق هل يتوافر ظرفي صبق الإصرار والترصد معاً؟ يتوافر ظرفي صبق الإصرار والترصد معاً؟ وقلت لدولتكم في بداءة حديثي أن ظرف صبق الإصرار يدور أن ظرف الترصد يدور وجوداً وعدماً مع ظرف صبق الإصرار لأن الترصد لا يتوافر بمفرده لا يجوز لنا أن نتحدث عن ظرف الترصد في حالة انعدام ظرف صبق الإصرار لأن الترصد يدور وجوداً وعدماً مع ظرف صبق الإصرار شكراً أستأذن حضرتك نطلع فاصل ومحدش يمشي بعيد درجين تاني ورجعنا لكم تاني ورجعنا مع ظرفتنا الأستاذة لأ دلوقتي هترجع بحاجة تانية هي الشاعرة صمر شعيب حرب هترجع لأن مصر دايماً بتفرض بعض المواهب في كل المجالات تفضلي يا أستاذة صمر قولي القصيدة القصيدة بعنوان أوسيكم أم أوسيها أوسيكم أم أوسيها ليس لكم أكثر مما لها فيها أوسيكم أم أوسيها أوسيكم أم أوسي نفسي ولم ولن يضمد جرحي الزمان المؤسي أوسيكم أم أوسيه على قبرها على قبرها سالت سالت مدامع سالت مدامعي سالت والله ما نسيتها يوماً يوماً ما نسيتها والله ولا هانت على قبرها سالت في السالس والعشرين من ينيا لعام ألفين واثني عشر وافت المنية وافت المنية حبيبتي قبيل صلاة العصر رأيتها في ذلك اليوم رأيتها في ذلك اليوم تصلي الفجر وكأنها عروس مهيأة ليلة العرس سيابها سيابها كحرير غزل فرنوت إليها وابتسمت وقلت يا أمي يا روز لا حرمني الله منك وإذ بوخزة في فؤادي قد شعرت فسألت وتسألت ما الذي ألم بي بخير كنت بأكفاني بأكفانها قد تخيلت فأت إليها واحتضل ووجنتيها ووجنتيها قبلت وفي عينيها نظرت نظرت فرفعت يدها وقالت الله لك قد استودعت قلت لها يا أمي كلنا في ودائع الله وستظلي معي بمشيئته طوال الحياة فقالت لا لا الأجل قد دنا حبيبته نادتني فأجبت وبجوار رأسها جلت سغرها وأسنانها قد تأمل وشعرها المسترسل قد صففت وطعامها الشهي قد أعدت بلغت 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 روحها الحلقوم وتيني تمزق دقت المأزن بالنداء روز ساعدت روحها إلى رب السماء أسكنها اللهم أسكنها اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء على قبرها ثان روز روز أنت النياط أنت الحياة وفراقك مماء نادوا نادوا بصوت أجش أعدوها أعدوها للغسل فابتسمت كما أراها مثل قبلة حارة على وجنتيها قلبي قلبي منكسر منفطر يا رب يا رب الجنة آتيها على قبرها سالت سالت مدامعي سالت والله ما نسيتها ما نسيتها يوما يوما والله ما نسيتها ولا هالت روز الصديقة الرفيقة الحبيبة الأم المجيبة رحمات من الله بدعائي لكن هالت يا فؤاد يا فؤادي أرحني برؤيتها يا رب أفرحني على قبرها سالت والله ما هنت والله ما هنت ولا هانت ما ذكر اسمها إلا دموع هالت دفنت في قبرها والله عني ما غابت أستهدي أستهدي بتوقيهها متى النفس احتارت أهل المقابر سلام مني إليكم كنت أحتضنكم أحبتي أضحيت اليوم أناجيكم يتراء لي منزل ليس بعيدا عليكم على قبرها سالت سالت مدامعي سالت والله ما نسيتها يوما يوما ما نسيتها والله ولا هانت شكرا يا أستاذ سمر أبكيتين ورحم الله رو أمك ورحم الله أموات المسلمين جميعا وأضينا وقت جميل ووقت مفيد قانونا وشعرا مع الأستاذة الباحثة الشاعرة سمر شعير